موسيقى حقيقة أنا في مصر بقالي يمكن زيادة عن أربع سبية روحت أماكن كتيرة أنا شايف أن مصر تسير في خطة ثابتة وثقة وبنرجع مصر للريادة وفي المحافل الدولية أصبحت مصر حديث لناس كثيرة بيحدث في مصر يعني أشياء يمكن في العالم كله ما بتحصلش يمكن لأول مرة بيحصل منتدى شباب العالم من أكتر من 130 دولة في العالم تجمعوا في شرم الشيخ من 4 ل 10 نوفمبر مصر بدأت ترجع بقوة والمشاريع اللي احنا بتشوفها وبتظهر في وسائل الإعلام يمكن وسائل الإعلام بتظهر يمكن الأشياء اللي هم عايزين لكن في الحقيقة أهم من اللي بيحصل اللي بنشوفها على التليفزيون وأهم من وسائل الإعلام يمكن بتزيعه والغرب أحيانا يمكن بياخد زوايا مختلفة لكن حقيقة لما تيجي وتشوف تلاقي أن البلد دي بتنهض وبتنهض وبسرعة وبسرعة جدا منتدى الشباب العالم زي ما بقول لحضراتكم كان أكتر من 130 دولة النهاردة هيكون لقائنا مع أضيفة نشيطة جدا بشوفتها يعني بشوفها بتروح لبنان وبعدين بعد يومين مش عارف أفريقيا في أغندا وبعدين مش عارف فين في أوروبا يعني زي ما يقولوا ايه متعرفش هي فين بالزبط يعني متعرفش هي فين فبنشرفني كون معي هبة عبدالعزيز صحفية النشيطة جدا أهلا بيك أهلا بيك وأهلا بكل جمهورك ومشاهديناك أنت بتجيبي وقت زي هنا وهنا وهنا وبتحاولي بحاول حضرت منتدى الشباب حضرت منتدى الشباب كويس وكان عندي جلسة يعني كان ليا الشرف أن منت تحدث في الجلسة ايوه خاصة بسبب التعاون في معالجة قضية الهجرة غير المنتظمة في منطقة المتوسط الهجرة غير المنتظمة في منطقة المتوسط دي متشر طبعا جدا الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية غير الشرعية ليس من خلال وسائل الهجرة الشرعية amigo بالضبط ومعظمة يمكن لأوروبا ولا؟ آه طبعا يعني احنا كنا بنتكلم يعني في الجلسة دي انا كان لها الشرف ان يعني اكون مع يعني قامة كبيرة زي دكتور مصطفى الفئي طبعا وكان معانا بعض الضيوف دكتور كريم الأتاسي رئيس مفوضية اللاجئين من سوريا وكان معانا ضيوف من تونس وكان معانا كمان من اليونان فكنا بنحاول ان احنا نناقش طرق علاج او التعاون زي ما بين دول المتوسط في معالجة القضية دي يمكن انا كنت بتكلم فيها بقى عن الشق يمكن اللي خصيني انا او يعني في اختصاصي اللي هو جزء الاعلامي لان الهجرة غير منتظمة دي مش من مصر بس دول كثيرة في قدر المحر مصر بتصنف ان هي دولة معبر يعني هو فيه طبعا دولة مصدرة وفيه دول اللي هي الدول المستقبلة لها مصر دولة معبر ويمكن زاد الموضوع في مصر اكتر طبعا بعد يمكن اللي هي اتفاقية البلقان اللي تمت ما بين الدول الاوروبية وتركيا مؤخرا وكمان يمكن بعد التدهورات بقى الوضع في ليبيا لان ليبيا كانت هي اللي زي ما بيقوله رقم واحد في المنطقة في تصدير او دولة معبر برضو بالضبط من افريقيا اللي هي جنوب يعني من افريقيا هم يعني مصر بي تركيا كانت دولة معبر للمتوسط لدول دول جنوب المتوسط لفرنسا والايطاليا والاوبروس واليونان اللي بدي يكون فيه تعاون ما بين الهكومات وايضا شباب يكون على وعي تام باللي بيحصل ما هي دي النقطة بقى يمكن اللي هي تخص الاعلام لانه يمكن انا بشوف انه الاعلام دوره مش دور سانوي في الموضوع هو الدور يكاد يكون دور رئيسي لكن للأسف هو بيتم الترويج انه يعني الاعلام انه هو يقدر يحالج الازمة دي وهو ليه دور كبير هو فعلا ليه دور كبير لكن دوره مش دور سياسي او دور اقتصادي دور الاعلام زي ما لسا حدرك بتقول هو يمكن دور اكتر توعوي توعوي ثقافي ثقافي بالذبت يعني الفكرة انه انا دايما او المفروض ان انا اشتغل في الاعلام اولا يعني انه الانه دايما كنا نحن في اللا اعلام عندنا مشكلة اه بنعالج الموضوع او الاعلام التقليدي بيعالج الموضوع بطريقة سطحية اللي هو بيتكلم يمكن دايما عن بتشكل اغباري بيو بيغبر الجمهور بيحصل او مخاطر الهجرة عن طريق الزوارق في حين انه احنا محتاجين طريقة تانية انا عالج بيها الامر عن كده يعني اولا انه انا محتاج اولا نوجة البديل وقابل كده أنه أنا بنامي الوعي الوطني يعني حتة الوازع الوطني الشعور الوطني قيمة العمل بتكلم عن قيمة العمل بتكلم عن أفكار زي التنمية بحاول أقدم للشباب اللي هي البرامج اللي بتساعده من نقمة هو كده أو كده هيقابل مخاطر في المستقبل بس هيتعامل إزاي مع المخاطر دي هيواجهها إزاي هيواجهها بياخد الطريق السهل إن هو ياخد مركب وبعدين الشباب على فكرة برضو مظلومين يعني خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح لأنه أنا حقيقي بستق جدا بشكل شخصي لما بتلاقي ناس بتقول الشباب دول ما عندهمش وطنية الشباب دول ما بيحبوش بلدهم يمكن في بعض الشباب اللي ناجوا من حدث الموت الأخير ده كان السنة اللي فاتت طبعا يعني بس الحمد لله يعني إحنا برضو قلته خلينا يعني نقول ده راجع طبعا يعني مجهود من الأجهات الأمنية بالإضافة برضو لبعض المشروعات القومية اللي هي إن شاء الله يعني دي نتكلم فيها دلوقتي ويعني مشروع يعني كان له هدف يعني اللي فكر فيه عبقاري فعلا المشروع اللي هنكلم فيه بالنسبة لكفر الشيخ بس قبل ما ندخل على كفر الشيخ والمازارع السمكية المنتدى إيه أهم النتائج اللي أنت حدرتك شفت إن أنت خرجت بيها من هذا المنتدى خليني بس هكمل لك الجزئية بتاعت الجزء بتاع الأعلام وخلينا ندخل في الجزئية بتاعت المنتدى دي لأن دي يعني كان فيه مجموعة كبيرة من الرسالة المهمة جدا اللي يعني لازم نحاول نركز عليها زي بس الفكرة بتاعت الأعلام إنه يعني مفروض إن إحنا نركز أكتر على برامج توعوية بتركز على الأسباب وعلى المخاطر ممكن نحاول نعمل دا مش في شكل بس برامج إغبارية بتغبر الشباب أو الجمهور لا إحنا ممكن ندخل السينما وندخل التلفزيون في حاجة زي دي صحيح ونحاول نرفع بقى من يعني قيمة العمل وإنه بس نشوي يكون يمكن السينما عندنا والتلفزيون يكون واقعة شوية يكون واقعية ما يبقاش الجاب أو الفرق كبير ما بين المجتمع وما بين اللي بنشوفه على الشاشة نحن محتاجين كده يكون أكتر واقعية وإيجابية وإيجابية منركزش على السالة اللي بيوعمل عليه يعني فيلم يمكن في الوقت الحالي يمكن طبعا دي في حرية تمة ولكن في الوقت الحالي لابد إن إحنا كمصريين وبنحب بلدنا إن إحنا نركز على إيجابيات نرفع من الروح المعنويات بالضبط خاصة وإن قطاع الإعلام يمكن عشان كده أنا بقول إنه هو دوره مش مش تناوي أبدا في الموضوع ده دور رئيسي أساسي لإنه أولا بيأثر في قطاعات عريضة جدا جدا جيد نمرة واحد نمرة اتنين إنه بيأثر كمان أو ممكن أستخدمه في التأثير في القيم المجتمعية اللي هي بتأثر بالسلبة على ظاهرة الهجرة غير غير المنتظمة أو الهجرة غير الشرعية السينما طبعا والمسلسلات دي قوة نعمة قوة نعمة قوة نعمة فعلا لأنه لها تأثير كبير جدا على المجتمع وخاصة على طبقة اللي هي دون المتوسطة الأقل تعليما الناس بيشوفوا على التلفزيون أو بيردخوا للسينما بيطلع يعني فيه أنا شفت فعلا حقيقي الناس بتقلد اللي بيحصل في السينما بالزبط طبعا بدون أي فكر وبياخدوا يعني خليني أقولك على حاجة يمكن هي بعيدة شوية بس خليني نضرب مثال يعني ممكن تشوف فيلم أمريكاني وهو فيلم كله أكشن بس بتلاقي مثلا البطل ماشي في الطريق واندونيا بتمطر وقف العربية وجب كلب أو قطة وطبطب عليه وأخدوا معاه دي رسالة تبص تلاقي رسالة هو عاوز يوريك أنه يعني المواطن الأمريكي ده أو الثقاف وهي هنا عاملة زي صحيح فحين أن أنت بتلاقي هنا بقى لو هنتكلم عن الهجرة غير الشرعية أو هتكلم عن الحاجات دي أنه بالعكس ممكن يدي لك مثال أنه واحد من قرية فقيرة وعنده مشاكل هنا في البلد قدر أنه هو يسافر ونجا عن طريق القارب ده لابد أنه إحنا يكون عندنا رسالة إعلامية رسالة يعني أعزني لحديك حاجة في حوار معين أو في مسلسل معين أعزي ما أعزيك قلت فيلم هي يمكن متاخد ديئة واحدة في فيلم هي دي الرسالة اللي نحن عايزين نوصلها للناس وتأثيرها بيكون قوي يعني أقوى من حسنتي بأنه ممتدى بعد ما خلص والنتائج اللي أنت شخصيا حسنتي أن أنت استفدت بي أولا يمكن أنا كنت بقول يعني الكلام ده يعني أنا قلته أكتر من مرة ومش هامل أن أنا كراره أنا كان بالنسبالي يمكن حفل الافتتاح كان كافي جدا يعني بغض النظر بقى أو يعني طبعا تم منقشة عدد من القضايا الهمة جدا يعني في المنتدى زي الإرهاب والهجرة غير المنتظمة وتكنولوجيا ريادة الأعمال لأن أنا بالنسبالي كمواطن مصري يعني بعيدا حتى عن شغلي أو أي حاجة أنا كان كافي حفل الافتتاح ليه بقى المنتدى كان فيه عدد من الرسائل المعلنة والغير معلنة حفل الافتتاح كان بيقول رسالتين مهمين جدا أولا أنه أنك تعمل المنتدى ده يطلع من سيناء سيناء اللي هو للأسف برضو يعني إحنا عندنا مشكلة خطيرة جدا في الأعلام إنه إحنا وده بيتم ترجمته بره يعني بشكل بيسيء خلينا نقول مش هبالغ لو قلت بيسيء للأمن القومي في مصر وللسياحة أن أنا بقول الإرهاب في سيناء الإرهاب في سيناء سيناء مش كلها إرهاب فإن أنا بقى أعمل مؤتمر زي ده على الأرض سيناء وتحديدا في مدينة شارم الشيخ فأنا بقول للعالم كله يعني خلينا نقول لك برضو يعني بعض الأجانب هناك كانوا بيقولولي كده يعني أنهم متصورين أنه سيناء أو مصر كمان كلها هي عبارة عن قطعة من النار بتحترق عربيات مفخخة هنا وهنا ناس بدؤون ستات لبسين لبس غريب أنا بالمؤتمر ده وصلت لهم أنه أنا بعينهم الإرهاب يعني شوفوا الحقيقة شوفوا وجهة حضرية المصر هما ما كانوش متصورينها لدرجة أنه يعني هم حتى يعني وفيه البعض الآخر بقى برضو ما يعني الإعلام بينقلهم الصورة دي متصورين أنه إحنا عايشين في سحرة لا 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 وده دي صورة الإرهاب بيحدث في نيويورك وبيحدث في باريس وبيحدث في العالم كله ولكن انتحداتك نقلته نقلته الصورة الحقيقية إحنا كان عندنا ضيوف الأسبوع اللي فات أمريكان من أصل مصري وحضروا الشباب حضروا المنتدى بقول لهم يعني وصلنا للستاندرد الأمريكي في التنظيم قالوا لي أعلى منه بمراحل فدي حاجة هم نفتخر بيها كلنا هي دي النقطة الثانية بقى اللي كنت هكلم حضرتك فيها يعني أولا النقطة الأولانية أن أنا وصلت أنه آه أنا بعاني من الإرهاب لكن مش داي الصورة اللي بتنقلها كتير من من للأسف من يعني من أجهزة الإعلام أو من الآلات الإعلامية المعادية سواء كانت الغربية أو العربية إحنا يعني المشكلة بتاعتنا إن إحنا بنبدأ حاجة كويسة وبنبني مبنى كويس ولكن الصيانة اللي بعد كده فبالنسبة للمنتدى المتابعة اللي بعد كده حاساً هيبقى فيه متابعة من الوفود اللي اشتركت من المشاريع اللي اقترحت من الأفكار اللي طرحت هيبقى فيه متابعة لهذه الأفكار إن إحنا السنة الجاية يبقى فيه منتدى مثلاً في بلد أخرى في مصر آه طبعاً يعني إحنا طبعاً إحنا قلنا النقطة التانية اللي هي النقطة التنظيمية وكانت تنظيم احترافي زي ما ضيوف حضرتك قالوا وفعلاً دي كانت من الأمور الرائعة جداً واللي ورت إنه مصر دولة حجمها كبير وراجعت تاني للمحيط العالمي يمكن إحنا بقالنا فترة طويلة وحضرتك يعني بتعيش برا وشفت إحنا تراجعنا كتير عن المحيط العالمي وما بقالناش يمكن تأثير إيجابي فيه إما اللي ظروف فردت علينا فإن يعني يمكن في سنوات بسيطة بدأنا ننهب الحمد بالله وفي سرعة آه فيمكن السؤال بقى اللي خاص بإنه المتابعة أو الصيانة متابعة آه وأنا عجبتني كلمة الصيانة يعني فالعشر توصيات يمكن اللي وصى بيهم سيادة ريس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الختمية للمؤتمر أنا شايفة إنه هم يعني هم اللي بيجاوبوا بقى على السؤال بتاع حضرتك إنه أولا إنه يتم تنظيم المنتدى ده بشكل دوري كل سنة ويتعمله مركز هنا ويكون في مدينة شارم الشيخ وأنا أأمل بعد كده إنه يعني يتم تدوير ومش بس في مدينة شارم الشيخ إحنا عايزين طبعا في أسوان في بحر الأحمر في أماكن كتيرة أنا في رأيي إن هذا المؤتمر طبعا هيبقى فيه اتفاقيات وفيه اقتراحات وفيه أشياء كثيرة هيبقى فيه جزء منه هيتابع وفيه جزء حتى لو متابعناش خالص أنا في رأيي إن هذا المنتدى إنه يتعامل سنوي ما حصلش في العالم كله ما فيش منتدى الشباب في العالم كله حصل إنه يتعامل في مصر كل سنة ده في حد ذاته بيرفع من اسمه مصر أولا هو ده بيرجع مش بيرجع مصر بس بيخلي المصر في البعد العلامي تاني إن إحنا يمكن تأثير في البعد العربي أو الإقليمي تراجع في أوقات وفي أوقات تانية يعني يعني تخلفنا أو بعيدنا جدا لكن ده بيرجعنا تاني البعد العلامي دي من ناحية ومن ناحية تانية بقى فكرة إنه يعني عشان برضو دايما إحنا بيتقال إنه مصر هو حقوق الإنسان والنغمة دايما دي أنا بقول إنه مصر بعقدها منتدى زي ده أو يعني وكمان إن هي بتتبنى إنه يكون بشكل سنوي هي بتعمل حاجة مهمة جدا في حقوق الإنسان خلينا نتفق إنه الإنسان دايما بيخشى ما يجهله فإذا النقطة هنا عندنا اللي هي نقطة المعرفة المعرفة دي إنه أنا بجيب ناس من شعوب مختلفة بيعودوا مع بعض وبنتكلم مع بعض لغات مختلفة؟ أنا بعود كمصرية بتكلم مع حد تاني أوروبي أو أمريكاني بكلم معي لنه أنا عندي حوادث إرهابية بكلمه عن أسبابها ونتيجها من وجهة نظري وما أنا عندي هو بيكلمني عن أسبابها ونتيجها زي ما هو شايفها مش لازم نقوم إحنا اللي اتنين متفقين في وجهة النظر لكن بيحصل إيه؟ بيحصل تقارب وهو دا يمكن بقى اللي بكلم فيه في فكرة حقوق الإنسان إنه أول دعاء يعني دعائم حقوق الإنسان دي لها فكرة السلام والسلام بيجي بالمعرفة لما أنا بتعرف على الآخر وبتقبله مش بس بتقبله يمكن يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لو تفتكر السنة اللي فاتت في الكنيسة المرؤوسية في العيد أنت صريح حام جدا قال إنه إحنا بس مش علينا تقبل الاختلاف إحنا علينا حماية الاختلاف حماية الاختلاف برافو عليك برافو عليك كلام جميل ومهم جدا إنه إحنا فقلا نتفهم المعنى لأنه الاختلاف إحنا مش عارفة ليه الحقيقة أنا مش بقدر يعني أنا حتى أستوعب الفكرة دي إنه بس هو في نوط أنا يعني زي ما بول حديث دور الإعلام دور هم جدا ولابد إنه إحنا يبقى فيه نوع من النوع يعني هول في الإعلام مثلا الغربي أو في أمريكا بيحدث مثلا حادث إرهابي إرهابي كبير واحد دخل تم التضخيم والتهويل آآ ضحايا مش عارف ستين وجرحة مية وشوية بيحصل ورغم إن الإعلام كله خاص يعني مفيش إعلام تابع للحكومة حدريك تقصد الإعلام ولكن بيحصل يوم اثنين بيقولوا بقى إن الرجل ده كان عنده حاجة معينة لشروف وخلاص من الموضوع امتهى يومين ثلاثة ليه؟ لأنه ده ممكن يؤثر على العامة يؤثر على المزاج العام للشعب رغم طبعا كل الناس بتتعاطف مما يحدث ولكن إن إحنا مش عايزين يعني إيه؟ آآ ما بقاش أنا قاعد كويس مفيش أي حاجة خارس أروع جايب واحد إرهابي أعده قاعد أتكلم معاه وأتكلمه وأفتح الموضوع من الأول وجديد إرهابه يعني ده أعتقد إن إحنا لابد إن إحنا نفكر أكتر شوية قبل ما نخطو خطوات زي كده ونتدخل في أمن قومي هذا أنا بقدر أفهم حضرتك يمكن أحرك أصدك إنه يمكن إحنا في مرحلة محتاجين فيها استراتيجية إعلامية بتهدف أكتر بس روح الأمل وروح التفاول نظر يمكن يعني طيب معلش إحنا الوقت بيدهمنا بركة غليون بركة غليون دي لها معاني قريبة ومعاني بعيدة ويمكن أهداف مش اقتصادية بس يمكن أهداف اقتصادية قد تكون حماية لشبابنا قد تكون إيه بركة غليون والمزارع السماكية وإنت حضرتك رحت هناك وشفت بنفسك خليني أقول لك يعني أولا إحنا يعني ممكن ندخل المشروع بركة غليون من مدخل مهم جدا يمكن يكون لسا بنتكلم عنه اللي هو الهجرة غير الشرعية أو غير المنتظمة المنطقة دي تحديدا من أعلى أو أكتر المناطق المصدرة للهجرة غير المنتظمة يعني إحنا مصر ده ولت معبر لكن برضو إحنا بركة غليون في كفر الشيخ في كفر الشيخ المنطقة دي منطقة بركة ومستنقعات فيها سكان بيعانوا من فقر شديد بطالة نسبة جهل كبيرة جدا لما يقام مشروع بدأ يعني بالحجم ده المشروع طبعا تقريبا مقام على حوالي أربع تلف الدين بيهدف خلال خمس سنين أنه يحقق اكتفاء زيتي وكمان يصدر سروة سماكية وهو على فكرة مش المشروع الوحيد ده من ضمن ستة مشروعات يعني بتهدف في هذه المنطقة؟ لا مش في المنطقة هذه بس في شرق القناة وفي في التفريع في كذا المشروع ده قال إن هو يمكن هيزود الإنتاج الطروة السماكية في مصر خمسة وسبعين في المية من المفترض آه ويمكن يعني هي ما هي هو خطة معمولة على خمس سنين طب إيه شوفت البركة ومستنقعات دي إزاي؟ آه أنا كنت روحت هناك قبل كده وزورت المنطقة دي آه شوفتها قبل كده زورتها قبل كده لأن هي قريبة من بحيرة اسمها بحيرة البورولوس البحيرة دي من أنكبر البحيرات اللي موجودة عندنا آه أنا شايف على الشاشة هنا آه آه المشروع الحقيقي يعني أحرك لو طيب معادي بالطيارة ومن فوق آه 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 أولا هو إدى المنطقة اللي حاول المنطقة اللي هي من برك ومستنقعات لمنطقة لها واجهة حضرية صناعية راقية آه راقية ممكن أنت يتحيق لك من فوق لو مش عارف إن ده مشروع استزراع سمكي وعلى فكرة يعني ده بالمناسبة مش مش مجرد مشروع استزراع سمكي آه آه بس يتصدر منها ده داخليا أو خارجيا فالمشروع مشروع كبير ومعمول آآ 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 آ� يعني وجهة نظرك ان المشروع ده له مدلولات كثيرة طبعا اول ان هو مشروع قومي كبير من المفترض ان هو تحيوفر على الاقل خمس تلاف فرص عمل مباشرة ده غير فرص العمل غير المباشرة وكنت لسه بقول لحضرتك انه يعني مش مشروع بس استزراع سمكي لا ده هو مشروع متكامل يعني عشان كده يمكن احنا بنقول انه الاعلام مقصر الاعلام مقصر او بيركز على السلبيات الى حد ما فاحنا فعلا مقصرين في الاعلام ان احنا ما بنتكلمش عن المشروع ده من كفة الاوجه بتاعته او احنا مش عايزين بس نصور المشروع من بعيد وبالطيارة ونحط صور وكده احنا عايزين ناس تروح بجد وناس تشوف الكلام ده وتمشي في وسط المشاريع ده وتتكلم مع الشباب اللي بيدوره على فرصة عمل ولقى فعلا بالفعل طيب ازاي شايفة يعني كيف اطار المشاريع اللي هو الرئيس بفتتحها يمكن يوم بعد يوم في مشاريع كثيرة وفي ناس او في ناس في الشارع بيقولك ان احنا مش محتاجين للمشاريع دي دلوقتي احنا عايزين حاجة عايزين فلوس عايزين ناكل ونشرب ونعيش بطريقة افضل انت شايف نظرتك لها ازاي يبه هو خلينا بس نقول حاجة يعني ودي يعني احنا مش بنبالغ فيها احنا للأسف عندنا حالة استقطاب شديدة جدا في الشارع المصري الاعلام مساهم فيها مساهم فيها مساهم فيها بدرجة جبيرة للأسف بدرجة جبيرة لان احنا بنلاقي حالة استقطاب على الجانبين يا ناس بتنتقد لدرجة الاساءة طول الوقت ازاي الحرك بتقول عليهم دول ايه يعني انا الدرجة يعني انا فاكرة في حد كده كنت بتكلم عن المشروع فبقول ان المشروع يعني خطة معمولة يعني هنجني سمارو خلال خمس سنين قال لي قادي اول القصيدة كفر خمس سنين ما هو كله خمس سنين ما هو انا مش المفترض انه انا بزرعة زرعة والنهاردة بكرة تطلع يعني بالزبط وهتلاقي على الجانب الاخر انه برضو في بعض الاجهزة والوسائل الاعلامية اللي هي بتبالغ قوي لدرجة يعني طبعا طبعا انا يعني عايز اتكلم معك في حاجات كتيره وقت طيمن بيدهمنا وعايز اشوف انت روحتي اوغاندا هنتكلم هيكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله وتشرفين زي ما بتروح كده اوروبا وافريقيا والدول العربية لابد ان يكون لك الزيارة في امريكا في حاجات كتيره ممكن تخطيه من هناك ويكون لنا اللقاء هناك باذن الله انا بشكرك هبة عم العزيز اصحافية الناشطة جدا شكرا وفاصل وبعده مع كرة القدم الامريكية ولكن المرة دي في مصر ابقوا معنا